اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 سعيد. مش قادرة تصور انها ممكن تكون مراتك. يا لا. انا بقول لها طمد. لما اشوفها معاك بقى اقول لها ايه يعني. خلاص يا عمي. خلاص ما تقفش او كده. بكرة تعالى واستلم الشغل بتاعك. مجد? طب هتشغلني ايه بعد? ما انا برضو عايز وظيفة محترمة. كمان. كمان حتتشرط اخويا. خلاص يا سيدو. تم تعيينك مديرا للتوريدات في الشركة. دي الوظيفة الوحيدة للفاضية. عشان المدير القديم يطلع معاش. توريدات? بص هو مدام مدير يبقى وكي. بقول لك يا سعيد. هي ام اللي بينا عايشة. ليه? والله بفكر كمان سبعين سنة كده اتجاوزها. ثم ان العيلة جيت حلاوة واضح بعد ما بتكبر ولا ايه? انت مش هتبطل ولا ايه? ايه ايه يا عم احبطل. صحيت وكي. مع السلامة. استاذ عباس. فوق مين اللي لنزل بنا عندنا? ده الدكتور. ليس رانتك فيه. يعني شوي التعب كده اتفضل. حاسب ايه يا رشان? مفيش. انا خلاص بقيت كويسة اول ما شفتك. انت متأكدة انت كويسة دلوقتي. الحمد لله كويسة. انا اصلي حاسيت بشوية هبوط فكلمت دكتور القلب. سلامة قلبك يا رشان. مالو. اصلي مكلتش طول النهار. فجالي هبوط. معقولة تنسي نفسك كده. اقوم عمل لك حاجتك ليها. لا برسي. انا كلت خلاص وبقيت كويسة. اوليفا انت عامل ايه؟ شكلك احسن بكتين من اخر مرة شفتك فيها. انا بعيش احلى ايام عمر يا رشان. اول مرة انجح في حاجة في حياتي. انت هتكون ناوي تتجوز. هتزعلي لو انا تجوزت? احكيلي. قولي يا استاذ عباس. بنتي. بنت هتتجوز الانسان اللي بتحبه. ليلى? لا. لبنة. لبنة تيلي هي بنت الرجل اللي. ايوا هي. احكيلي انت بقى بالتفصيل المؤمن. اعملت ايه من ساعة مسبتك? ولا حاجة. تعبانة ونايمة في السرير. اقوم يا رشال. تبقى تعبانة وقعت الوحدك كده. المفروضة بقى انا جنبك. وانت هتبقى جنب مين ولا مين? الله يكون في هونك. بتصدقيني يا رشال لو قلتلك. اني ما بحسش بالفرحة ولا الساعة ده. غير لما شوفك. ده كلام كبير يا استاذ عباس. هو ما فيه اللي اكبر منه. بتحب يا سماهولك. ومين ما يحبش يسمع? ايه يا استاذ عباس? ديني الكلام الكبير. اصلي. اصلي الكلام من ساعتي بقى كبير قوي. لدرجة انه يتحشر في الزور بقى طلعات. موسيقى. ام عشرين جنيه بس ان هيحلوا المشكلة يا مرسي. عشان منظري قدام الناس. انا بكلمك يا مرسي رد علي. مرسي. ما بردس عليك. مش يوم تحكيلي حكاية سلوى ومحمود. وهيشام ولوبنة. طب وانت فين يا صاحبي من ده كله. ده يا ابنك اللي من صلبك طردك. ما عالش يا مرسي. ما عالف ان انت اقلت عليك. انا من بكرة هنزل الدور على شغل. مش حكاية شغل اللي متقولش كده. انا هحطك على راسي من فوق. لكن المال يبقى قدامنا بالكوم ونبصره من بعيد لبعيد. وانا انا عايزة اسيب حقا يا مرسي. بس قولي ايه اللي في ايد عاملو دلوقت. انت يا شاقي الهم ده وده. مقضية مجملات. من فرح لمايتم. عزة لطهور. وبإشارة منك ممكن تنقلنا من الفقر اللي احنا فيه ده. تنقلنا نقلة تانية خالص. لست مراتك جاتلك لهايت عندك. ومن بقاها قالت ربع مليون جنيه. لما لو خدنا ودينا وفاصلنا. هيبقى ايه بقى. انا لو منك اعملها شغل انتي. كل اول شهرك داعد والمعلوم يجيني. وبقى سلطان زماني. انت عزنا بالتج عليهم يعني. بلاش. ميل على المستاذ محرم صاحبك واطلوب منه والشين. محرم. محرم من ساعة ما جيته انا قلبتك اياه كل ما يشوفني بيتعزب انا حزنك. تا حس بالدنيا كلها. بس محدش حس بيك. يا عم هنزل شوية تمشيك. اسيبك بقى النفسك. شوف هتعمل ليه لعباس يا عباس. تا مش بتقول ان انت بتفهم في التاريخ. امار انت اللي بتفهم فيه يا مرسي. اه. التاريخ ما فيهوش مكان الا المفترين والتانين القتل. لكن الغلابة والطيابين اللي زي حالتك ملومش في التاريخ. وضع العافي يا خوي. خرب بيتك يا موسي. خدوا الحكمة من افواه الجهلاء. والله عندك حق. جيدة. ايه علي بعباس. في ليهو هلقتني. مش عارف اولا كانت média بحاخنة. انا بحرق ل толدين. ما تتكلم. واللهkre انا حاولت احلق اهی انو يجلق. ما نبيلت عليك هالصح بستامدل. تا عكس؟ فلوس عباسه؟ عشرين جنيه. عشرين جنيه. اه هه ه ه ه ه ه عباس حيفضل طول عمره عباس نمسك خلينا نعمل وقصة ايه كنت وبحاسب على الطلبات يا سلام مو كنا عرب انت حاسي المبلغ المهول ده ده وعد كن حتخش في مشروع استثماري 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 لبنا خلاص بتتجوز انت مو كا؟ انت سواش في الحتة يا دي اقول مره ارجح في حاجة مع عشرين سنة بتاع حتة الفترة بتليت اشكي فيك با مش توكي حنيتا دي بحماس اللي كنا على حد بش من صوبك وانت حنيتك على ديلة قبل بس كنا عشان ايه؟ اه والله صحيح انت الحق تعالتا بحاجة انا حاسي من ربنا سبحانه وتعالى لابعات لمحمود ولبنا دولتا عشان يعوضونا عن ابعات ليلة وبيدرس عمال محمود تدوز ليلة ان شاء الله بحياتك لأ بقولك ايه؟ انا مش عايز مكن روح لابعات انا محمد رأي علىك انا محمد الولد محمود مجاشي سنين شؤولي ايه؟ انا اتفاكن تخطط بكر هقوله ان شاء الله اه ما تنساش بكرا الساعة سابعة بالظهر تبعد باخر نا طبعا العزومة مش لكل واحدة انت والمدام لو تحب انت عالت بابعث نايا هلا باسم عالا انت من بقولك كده بروعاتك اه ه 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 هum ه 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 لا نا انا مش عايز اه بروعاتك اوش بالبيدة ان باس بسبب صبع نا انا بفكر اسيب البيدة اوها محمد عشان خطير هل غال ممكن تنوصم مجارك انا اللي هفتح انا اللي هفتح بابا حبيبي وحشتني انت اللي وحشتني قوي ماما فين الموارف ماما ماما بابا جي ماما بابا جي ازاي كان محمود ايه دول يا اخوي ده شربات على شوية ملبس كده بوم نسبة ايه فرح لبنة شوف الرابط انت عايز تفرسني قال يهد الليلة ويقول لي زغراتي عديلة فرح لبنة بكرة محمود فرح لبنة بكرة يا اولاد بس هنشوف لها عريس على ما تفرد عشان امو سامير خرجت من هنا على الفرن تأمر العيش اللي على قفاها سامير ايه امو سامير بيه يا سيد المحمود لبنة هتتجاوز العريس الصح اللي انا اختطهلها اوي اوي زغراتين عشانك عشان انت نوي تجنني طب اتطم انا فاضل لهمسة واشد في شعر يا محمود انا جيب لك عريس هدية هشام فاروق الويشي ويطلع من الويشي ده هيكون احسن من سامير ولا السمكري ولا الحانوتي اللي قولها ده صاحب اكبر شركة سياحة مصر ابوه المستشار فاروق الويشي شخصيا جده بقى هو اللي حط القانون الجناء المصر قانونج يعني يبقى السامكر احسن منه طب معلش اندهيلي محمود عشان يفهم محمود حصرة قلبه عليه الواد من يوم معرف ان انت مش ابو وقلبه مكسور يا اخويا ومش عايز يعود معايا في البيت معلش يا محمود ان شاء الله كل حاجة هتستحل احنا برس نخلص من فرح لبنة وانا هفوق بعد كده بكرة فرحك الساعة سبعة مساءل فرحي انا مش معقول ايه فرحك انت يا طرع على مين يا بابا في ايه بتتوشوش تقوله ايه وانا قاعدة صغرات يا ابو محمود بوضطلك بالقافة السلام عليكم سلام يا اخويا اه مضابن بيتك واس قوي سيئة المستشار جاي اه مضابن بيتك واس قوي باي باي يا بابا مستصر ايه وعريس ايه يا بنتي ما تفاهميني انا مش فاهمة حاجة كان قدامك ما سألتهش ليه يفتين عريس ماشي وعريس جاي وابوه مستصار وبيعمله قوانين وانا ايه ما انا فاهمة حاجة وعندك واحد تاني ميزة وتفلحوا السكر برا النارة باشا احنا مار عندي ديك خبر يجنن يا ابو حبي سلطفي 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 لما ارزة بس عوزينك معنا هنا في كلمتين عشر كلمات يا عم طاق يعني ايه بكرة الساعة سبعة ايه الكلام الفارغ ده هنجوز بنتين الواحد اللي عمرنا شفناه ولا حتى جاي يتكلم معنا انت ازاي توافق على الكلام ده يا ماما؟ ما جاي بابوك يا ابن ما هوش يا ابويا انا مش فاهم الراجل ده عايز مننا ايه؟ عمال يجوزنا ويودينا ويجيبنا على مزاجه ولوبنا موافقة على الكلام ده؟ موافقة على كل كلمة يقولها يا اخويا من قبل ما يقولها يطلع الكلمة من هنا تقول امين انا بقى مش موافقة ده احنا حتى ما نعرفش اسمه ايه نشام الويشي اسمه نشام فاروق الويشي وصاحب شركة ساح وبابا مستشار قانوني وعنده 28 سنة الله ده انت تعرفيه بقى؟ انا ابدا بابا هو اللي قالي دي هتقوللي بابا وانت ياختي هتتجوزيه كده غمدي بقى الوب ده اللي ما بيعجبهاش العاجب ما تفتحش نص عين وتقوله شوفه لا ما هو زي ما تقوليه كده يا ماما هو هو لا طويل ولا قصير ولا هو ابيض ولا هو اسمر وشعره شعره اسود غامق وعنية عسلي غامق بس انت شوفت يا باتك؟ انا ابدا بابا هو اللي قالي وابوك الخطبة ده يعرفه من ايه؟ راجل غاني وابوه مستصار وبيعمله في الاوانين يتجوزون احنا الغلابة ازاي؟ سماعي؟ ما عرفش بس بابا هو اللي قالي؟ بطل كلمة بابا دي بابا حاضر من عناك بابا واقدر من ابويا كمان تجباوي دمي شابوكي وما نعرفوش خالص لا وصلات ولا ولا انا عاود فلوس ابويا كاس ايه الحاوة يا مابا يا لهوي الحاق ابوك يا محمود بابا؟ وطلح مراض واراضي وانت مفلس وما حددكش النا وكل ده عشان تنصب علينا تحرامي ترد السجود والله انا مصيح تعمل يا واب يا خميس لنزلت ايه الحاوة ايه الحاوة ماشا ما ياتي خاش روضعتك خاش اوليك سعادة لا حسن اطلع لك وديني ان انا فضح كرسك انا عايد افتح كرش مين دا اللي هاقضعك واشا فيك على الورم افضاع دابوت وده بيلانزلت وديني لسايا احدامي انا اخلط عليك انا اخلط عليك بقيش يا يا خلاي يا جلا ان ما خلصت عليك مبقاش انا المعلم خميسي بن المعلم سندار ساعرا يا الماما! يا الماما! يا الماما! يا الماما! يا الماما! بس! يلا! انت تتحامل بابنك! والله لا وريد! اللي حيما تيضوا على بويا هيكون حسابوا معي أنا! انتم فهمين ولا لا؟ راكل من دهر راكل! يلا يا راكل! يلا تبعوني حالي والله مع السلامة يا الله! طالت تقولكم مع السلامة يا الله! انتم شوك هيدا تبتيح العشفين! دي حاجة الجن! حضر هجر! انا متشكل بابنك! متشكل يا بابنك! انا كنت مدافع عنك عشان مفروض انك أبويا! انا كنت مدافع عن أبويا مش عندك انت! انا هازلك يا بابنك! انا عارف انها سعبة قد! عجل غريب يجي يقعد عليكم في البيت! معلش يا محمود! كل مشكلة ولها حالة! انا بس هأخلص من عوازة لبنا دي! وهفهم أهل الحرة كلهم من انا ومحمود اتطلقنا! كل واحد بعد كده يروح لحال سبيل! واحكي هاد جواز لبنا دي كمان! ملع جواز لبنا! انا اخوها الكبير! يعني راجل البيت! المفروض ايوافق على العريس اللي هتتجوزوا! انت معنا! للمفروض انك توافق! بس الاهم موافقت لنا! ويطلع مين هيشام دا كمان! واتكوا اسأل! ابن حلال ما يتخيرش عمك! ودي حنجهزها ازاي! انا مش حملة الناس دول! هم يا سيدي مش عايزين منينا اي حاجة! هم عايزين لبنا وبس! هو كان عرفها فين ولا شافها فين! قال الحكاية دي مش داكرة دمامي! هو ايه دار اللي مش داكرة دي نوعا دي! ايه تعال! لابتشعب كده ودي انت! في ايه! ايه والناس بيحبها وهي بتحبها! او عارف انك مش ابوها? مصراحة لأ! ازاي بقى عايز تبني حياتها على غش يا أستاذ عباس! كنت يا أستاذ عباس! احنا في مدرسة يا ابني! مش عايزني يقولك يا عباس! وانت مش لط في الجنين! مش يا ابويا! عايزني يقولك ايه! قولي يا باب! يعني يا وقت مجازن يعني! طب احنا مش المفروض نتعرف عليه ونشوف يا بابا مجازن! ايه دي انت عندك حق فيه! المفروض تعرف عليه! يا ابني مجازن برا! ماشي! ماشي! ايوكي بقى! والله العظيم هتروق وانت حلا وتبقى حالي العالم! بس انت مرضه مقلت ليش! انت ازاي بايت لط في الجنين! دي سهلة! وانا ماشي في القراء! لقد بس! ماشي في القراء! هاي! تعالوا ام محمود! اه! اه! هاي شام اهيه دي بقى ام محمود! اه! 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 انا ماشي! استغفر الله العظيم! استغفر الله العظيم! اه! هاي شام بايه فاروق الويشي! جاي طلب ايد بنتك لبنة! اه! لا طويل ولا قصير وشعره ناعم وعينه عسلي يبقى هو اقدملك بقى يا شام اطيب قلبي في الدنيا حامتك الست موجة ام لبنى ومحمود هون دلوقتي عرفت لبنى طلع حلوة لمن ليه يا مش كده وحدتك شفتها فين اه احنا عندنا بنات تشاف قبل الجواز هشام سمع عنها وقصر يتجوزها اول ما عرف انها بنت مش كده اه ام مظبوط مظبوط يا عمي سيق عليكم النبي بالراحة علي انا بفهم بالراحة بعد ثلاث مرات بقى انت عايز تتجوز بنتي ده انا يسعدني ويشرفني يا طنط شافه وكده من غير ما تشوفها مش يمكن يعني ما تعجبكش كفايا الاستاذ لطفي بقى ولدها طب استنى لما تشوفك هي يمكن انت ما تعجبهاش لازم ناخد رأيها رأيها هو في رأي في البيت ده غير رأي انا ولا ايه واخوها محمود مش لازم نشوره اخوها كده ايه انا راجل البيت ولا انا موتت خلاص باحتشرة عليك ما تقولش كده طب نسألها الاهل وعيلتهم انا سألها الاهلت كله تمام المسأل بيقول اخطب لبنتك ومتخطبش لابنك جالا نعود الكلفة المهم اقعد اقعد يا شاب اقعد يا ستنى محمود ها ايه اخبار بقى المهر والشابكة والفرح كل اللي تقوله يا عمي انا موافع عليه يبقى الفرح بكرة الساعة سابعة ايه بكرة ايه وانا هلحق ده انا عبال ما بيلي الشرباط يكون الفرح خلص مش فيه جهاز وستشوار وكوافير ولا ايه مستعجل على ايه هو سلق بيد والفرح خليصة مباطئتش يا طنطة انا متكفل بكل حاجة انا مش عايز غير لبنة بشانتة هدومها وبس قديك سمعت بودهلك اهو هاتي لبنة تقدم الشرباط بقى مش كان المفروض الحاجة تيجي نتعرف عليها يا كوية الحقيقة انا والدتي متوفية يا كبدي يا ابني وعيش مع مين يكون مع بابا ربنا يدو له الصحة وابوك بيكسب من شغلانة القانون دي يا ستة هو تحقيق ابعثي جيب نورتنا بقى لو النبي لازم استنى اخوه الاحسن يزعل ايه النور ده اهو محمود جاهو الحمد لله سوري ايتش اتخرت عليك شوية اه ولا اهمك ابو حانفي ايه ايتش وابو حانفي انتو تعرفوا بقى هاه هه ها 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 ؟ будут انحكوا ليه اهih اهه دي ربطية بقى ها هاه هاatan عمل اجتماع قمة لأهل الحارة عايز مننا يا سكين ايва مش كفايا عميله هؤدنو يا اخوانا يا اخوانا نسمع الراجل الاول نشتري منو انا لا دشتري ولا ببيع انا مليش كلام معاه مفيش بنيه بينو إيه للوصلات؟ حلمك عليها معلن السلطان؟ الرجل مزنوق في كلمتين نسمع رأيه وهو برضو من أهلنا أهل من بقى يا سيطاهر؟ هوا إحنا كنا نعرفه ولا كنا نعرفه؟ بلاش تعرفون أنا حاجة أبو زيني أنا غريبة عنكم ما تعرفوني؟ إنما سنتم محمود أولادكم مش دون أهل حتتكم لحموكم إذا كان على حكاية الفلوس العليا إليكم أنا ملزوم بيها أنا ما أنكرتها إاش وأنتم معاكم بوصلات أمانة تقدروا تسكنوني أي وقت بس ده برضو مش المطوع اللي أنا جاي عشانه ما تأثر بقى وتول أنت عاوز إيه؟ بنتكو هتتجوز يا حاجة أبو زيني بنت ما؟ بنت ما مين؟ لبنة مش بنتكو برضو أولا أنا غلطة أم قديمة هتتجوز الأستاذ سامير من الست بو زيني سامير من أم طالب ها؟ إيه بلعطة ريزي بقى على ابن الحنوتي مع معافلوس قد كده؟ لبنة هتتجوز جوازة محترمة هتشرف أهل الحرة كلهم هتتجوز مين يعني؟ هشام الويشي هشام الويشي؟ أنا زي الاسماتي لسه ده قبل كده؟ ويطلع إيه بقى هشام الويشي ده؟ ابن المستشار فاروق الويشي المحامي؟ بالضبط يا عم طاهر انت تعرفوا يا عم طاهر؟ إيه اللي يعرفوا؟ عرفوا جويس تعرفوا من ليه بقى يا عم طاهر؟ بشوفوا في التلفزيون يا جاهل ده قادي كبير قاوي ويساعات بكتف الجرانين إنما انتوا تطلبتوا عليه إزاي يا سرط؟ تجي خطا بقى مني؟ ألف ألف مبروك يا سلطفي مبروك لنا كلنا أخوانا ما انتوا أهلها؟ أعمامها وخلامها؟ لبنا هتتشرب فيكم قدامي العريس وقاهله؟ معلم سلطان؟ نعم أنا أعرف إنك واخد على خطرك فيني عشان المنضوع سلوى ماهو ما كانشي صح تيجي منك يا سلطفي إحنا هنقطع على بقى يا معلم الجواز اسمه مصير سلوى هتروح لصح النصبك سوى ابنك ولا ابني بقول لك يا سلطفي وسعدت بمستشار فردو هيجي حتة عندنا هنا هيجي هيجي عم فارس لك المرشح كذا بره يبقى وزير وزير حتة واحدة أيهما الحتتين درجة بتغري باشا باشا بصعيح طبنا يا سلطفي أنا هكون في استقباله بنفس ربنا نخليك لنا عن طهر وهو سي فاروق باشا حيشرفنا امتا ان شاء الله بكرا الساعة سبعة يحضر معاكو كذب الكتاب والفرح كمان السلام عليك يا لطفي ليك عجاد غريبة كده تسكت تسكت وتقعش على اللواقف هذه الجوازات اللي تشرف السعيئ ربنا يتمن بخير يا سيلطفي وديني وديني لأخدم على الفرح كله مشانيو يا سلام يا جدعان هو احنا بتكي الساعة لما السبت لبنى تتجوز جواز أفريخ ما سيدي شاكرين اهو يا استشاوي سيلطفي اللحمة بتاعت الفرح كلها من عند ابن المعلم خميس نقطة للمزمزه لبنى ربنا يكرمك يا معلم سلطاني يا ابو الكرب ولا هعلق ميت فرع نور في الحارة كلها دليلت لبنى يا جدعان الله يخليك يا حاجة بزيئ ما بس يا جماعة مسائل زيدي عاوزة ترتيبه وانا بقى اللي حالت بحاجاتي وحبظافها بنفسي طبنا يا سلطي مسائل الترتبات دي واللازي منه انا حاشرف عليه بنفسي والشربات والسكر من عندي انا بس يا خسارة الوقت حسن بقى القافل امه كد في عمره وراح يجيبها وجايد هو لي م swimming لي مpolitik افتح طقم سائلية كما انها الحلوة كلها حلاوة السنة اللبنى بنتا اجدع راجل في الحدة لوطفي من الجانينة يعيش لطفي من الجانينة يعيش لطفي من الجانينة يعيش لطفي من الجانينة يعيش لطفي من جانينة الله هو ده يا حشب حلو قوي لا 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 ده عريان قوي احنا هنبتدي ايامل دلوقتي لا ما هو عمل حسابك انا زي السيد طب شوف ده هاي اي رائك في ده ما ينفعش اي بقى حيش مزيلا انا اللي زي بموت فيكي انا حاسس ان بكرة ده هيجي بعد سنة لوفنا بقولك ايه هو ده احنس النوم ده حلو قوي عليك نارين قوي ما اقترش لا ما هو عمل حسابك من بعد بكرة ما حدش له عندنا حاجة هتبقى امراتي رسمي فهمي نظامي سلطفي قصدس يا عباس اتفضل اتفضل كل حاجة تمام وعالي العال ربنا سبحانه وتعالى ميسرها على الآخر الحمد لله الحمد لله بحسك يا اخويا ان شاء الله هتبقى ليلى ما حصلتش اللي ولدت فين امر لبنا يا اخويا جات شايلة ومحملة قلت لها رايح وشك شوية عشان بكرة تبقى زي الأمر واحد لسه من يمان ومحمود فيه لان فاكراك هو بيجيب حاجة عشان بكرة ان شاء الله طيب يا دوب استأذن انا تستأذن ايه لسه بدر انا هعمل لك لقمة كده ده انت من صباحية ربنا ما دخلش جوفك حاجة والله ما نقول لازم انا شبع عاد احنا انا هعمل ايه اللي موجود هجيبه ثانية واحدة مش هتقضى يالا اقعب فيت بيت عارف يا سلطفي انا ما كنتش مصدقة حكاية العريس ده غير لما شفته بعيني اه ده العريس ولا بلاش مش تقولينه في مسامير وسامير راحيت مكسوب مش عارف هقدم ايه لكن يالا تفضل انت واقف ليه البيت بيتك يا خوي فضل والله والله يا سلطف لو كان ابوه معايش ما كان هيعمل ولا يقف الوقف اللي انت واقف ربنا اقدرني ونفرح بمحمود كمان يا سمحمود فحياتك يا خوي ربنا ما يحرمنا منك ابدا ايه رأيك في الجبن مالحاق فيه ديسلة وانا يعني عملتها كل زيتون ياكو ياكو بالهنة والشيفة بطرح ما يسري يمري تعبينك معانا والله اشي طلبات وشكاوي ان لما سألناك انت عامل ايه و احوالك ايه عامل ايه مع ولادك والجماعة خدوك بالحضن طبعا فرحانين بيك قوي اه طبعا يا بختهم بيك و يا بختك بيهو اسم النبي حرسهم يعني اسمهم ايه بابرسوا ليلى بايه بابرسوا ليلى انا كان نفسي اسمهم ايه برطيتي اه لا ياكو يا ليلة احلى ايه دا والجماعة اسمها ايه نهج نهج طيب دي بقى تلاقي الدنيا من السيعاها طبعا جزها رجع لها بعد مئة سنين يا بختها الحمد لله يستهل الحمد انت اهم ليه معلش الوقت تأخره وبكرا ان شاء الله هاجي من نجمة طب ما تتأخرش مستنين صباح على خير وانت من اهل على مهل صباح الفل يا دودو صباح كير يا ايدشو حاشتين يا حبيب وانت كمان يا حبيبت قلبي بابا نزل المحكمة ولا بسه ايه عاوزه في حاجة ولا ايه سوايا شاءية طب الحاوب سرعة قبل ما ينزل بقى صباح الخير يا باشا صباح النور يا شام ايه لم صحيك بدري كده على غير العادة لا انا ما نمتش يا باشا عشان اصحى ما نمتش؟ ما نمتش ليه؟ كنت عاوزة الحاقة قبل ما تنزل لازم عايز صلفة كالعادة لا صلفة ايه يا باشا خيرك موجود والحمد لله ده انا صحي مخصوص علشان اجي بدري واعزمك تعزمني؟ تعزمني على ايه؟ على عيد ميلادك؟ لا 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 عيد ميلادك لسه بدري عليه مش عيد ميلاد يا باشا ده فرح فرح؟ فرح مين واحد صاحبك؟ لا يا باشا فرحي انا فرحك انت؟ هو انت؟ هتتجوز؟ و انا هنا بقيت ايه؟ برطور؟ استغفر الله استغفر الله العظيم ما تقولش كده وبعدين دي ساعة صبحية و انا مش عايز حضرتك تنفعل انا هعمل لك القهوة وتقعد نتكلم بهدو قهوة ايه وبتاع ايه؟ ثم تعالي هنا يا استاذ هو الموضوع ده مش احنا تكلمنا فيه؟ حصل يا باشا و انا اتخذت فيه قرار؟ انت اخدت قرار لكن انا ماخدتش قرار لسه يا باشا اه و من امتى بقى انت بتتخذ قرارات من غير ما تستشرني؟ مهو في قرارات يا باشا الواحد لازم ياخدها بنفسه حتى لو كان ابويا فاروق الويشي اكبر مستشار في البلد انت بتتحداني؟ بتتحدى ابوك؟ العفو يا بابا العفو يا بابا احنا مش في معركة دي حياتي و انا اللي لازم اقرر هعيش هزاي؟ حياتك تعرف ايه انت عن الحياة؟ يا بابا الجواز ده قرار شخصي و انا قررت خلاص و لما هو قرار شخصي جاية تقول لي ليه؟ ما تتجوز ولا تتنايل عايز مني ايه؟ مش انت خلاص؟ بقيت بتاخد قراراتك بنفسك؟ يعني يرضيك يا بابا ادخل على الناس لوحدي من غير ابويا؟ ناس؟ ناس مين دول؟ هما دول ناس؟ اسمع يا شام لو انت هتركب دماغك وتتجوز البنت دي لانت ابني ولا عرفك و انسى بقى انسى ان لك اب او اخت او عائلة والبيت ده؟ ما تهوبوش ما تحطش رجلك فيه تاني فاهم؟ صبر خليهم يجاهزوا العربية والناغي كل حاجة جات بسرعة انت عارفة النصيف يا ست رجاء اتفاد بالت شكرا اصل بيت لبنى متربسة في حكاية الجواز جالها عرسان يامة طوابير وتقول لك ده لأ ودأ لكن لما جسح بالنصيف سكتت خالص ربنا يتمم لها بخير وعريس لبنى ده يا طرى بيشتغل ايه؟ في السياحة عنده شركة كبيرة او وابوه مستصار اسمه بيجي في الجرانيل اسمه فاروق بالويشي فاروق بالويشي؟ ايوة انت عارفة يا هنم؟ هو فيه حد في مصر كلها مايعرفش فاروق الويشي يعني ما نسألش عليه؟ تسألي عليه ده ايه؟ ايوة يكون فاروق الويشي تاني لو النبي هو وده عرفتو منين يا ممحمود؟ ده صاحب سلط في الروح بالروح اول ماعرف انه رجع من السفر قال لازم ناسبه هاخد بنته لابنه عشان زدنا يبقى في دقيقنا بالسمع كده والنبي الله يعني لبنى ما شافتش عريسها خالص؟ ابدا لا شافته ولا شافت ابوها قالها تاخدي ده؟ قالت له حضر يا بابا اصلها تحب ابوها اوي ربنا يشليهولكو بينا علي بيحبوكو اوي اوي وحنيم وروحوا في العيال بقولك يا ممحمود مش عايزة حاجة؟ عايزة بس غايفة تكسفيني يا ست رجاء انا نفسي تشرفيني في الفرح انتي عارفة ان انا مقطوعة من شجرة ومليش حد والبت يعيني مش عايزها تبقى مكسوفة قدام اهل العريس كلهم شياكة وبيدل واهل الحرى عندي مش هيجنقس ابدا اللي بجلبية واللي بقفطان فلو حدتك نورتني يبقى كتر خيري حاضر حاضر يا ممحمود من عناي وسيادة اللوة بالبدلة الميري لو جي من غير البدلة مالوش لازمة اه يجي ومعاك مظبط كده وموت سكلين عشان ايه رقابتي تبقى في السماء حاضر حقوله حقوله يا ممحمود يا حتضلك الخير فتك بعافية لا استني استني يا ممحمود نعم يا ست رجاء خدي دول لو النبي وانا جاي عشان خدي دول جرى ايه دول نقطة العروس امسكي بس نرد عليك في الافراح كتر خير انا مش بشتغل عنك انا بشتغل في المستشفى وانت السستر بتاعتي حاضر عارف يا ممحمود اوعى تتأخري لا مع السلامة مع السلامة ازايك يا رجاء ايه المفاجأة الحلوة دي مهجة ام محمود اللي دايما بتسأليني عنها انت بقى ام محمود ده انا كلت عند رجاء محشي من ايديكي انما ايه يجنن تسلمي والنبي اللي عملك حلا تكلس وابعك وراه وانا عندي اغلى من الست رجاء واصحاب الست رجاء دينا هالم حرم سيادة اللي هو صادق لوا برضو طب ياريت تشرفيني بفرح بنتي اصلا مقطوعة من شجرة ومش عايزة البيت تبقى مكسوفة قدام اهل العريس كلهم شياكة وبيدل والحرى عندي ياختي مش هاي جلاس اللي بجلابية واللي بقفطار فياريت يعني سيادة اللوا يجي بالبدلة الميري لو جيه من غير البدلة مالوش لازم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مستصار ربنا يهنيها يا ممحمود إلا هيهنيها ويساعدها وجودك يا مسامير وماله لابنت زي بنتي وانت مهما كان زي أختي عاش مانا خير فيكي بقى يا مسامير والنبي ما هجوز بنتي ولا هدوق تعمل فرحة غلا ما تحضاري انت والمحروس ابني إلهي يساعده يا رب يرزقه ببنت الحلال وتبقى أمر خلاص مزعلانة حاجي ألف مبروك طب حاسبك إده بقى عشان الزغروطة ما تجيش في وشي فرحة دا واقع استشار شدوا عليك اللي أكرمك من عناها يا سلوطي تستمعنيك يا حبيب متشكرين يا سلوطي قالوا انت يا مينو دا انت شغل نفسك بالحدد بنيه مال أنا بقى بعمليه فرحة منتي يا عم طاق إذا ما كنت شادع بالنهاردة هتعمل انت مال ربنا يتمم لها بخير وقبال سمحمود كمان عشان تبقى تممت بسانك بحياتك ان شاء الله متشكرين مبروك يا سلوطي الله يبارك فيك قالوا على سلوطي يا محمود هروح اجيب كامل لغت هالك كده عشان مبتدين بين الشرفات يا بابا بس تأخرج يا حبيبي ورانا حاجات كتير باشي الحاجات التي طلعنا بحيب عملوطي منين دول وين حاجة المعانهار ربنا يخليني الحاجة المعانهار بابا بابا أنا عاودة اتجوز يا بابا اسمعنا لبنا طب بس راح للمدرسة الاول خلاص يبقى هروح من بقرة واتجوز لي بعد بقرة ايه شكرا حاجة خد ماما فيه تجوز النقرة حسنا اتجوز اللي حمود شكرا حمود انشاء الله تسلم وتتهنى وتنول اللي تتمناه يا رب شكرا حاجة اهو يا خونة اتحالي الكبتة دي درعة طويلة دو كده راح بقول ايه انت هتاكلوا الاكل قبل الناس واقفل ليه انا محبش حد يقفق دماغي وانا برض انت قدرت خلاص الاكل لكل لوحدك لوحده ليه معايا حلالي ومغارك اهو انا ههمعلك البدن انا احسن واحد يقام عبالي في مصر اهو سمعت يا اخويا سمعت ان انت احسن واحد هتاخد وحد من السبن بحالي ياش انت ان عايز ساعدك والله سبنا تفاهم معا حلالي اجلها اجلها سيبوا الكبتة خدتوها كلها مش مش عباك بتاخدها ليه انا بحلو بجمل حابك بابا ايه حبيبي انا عود بدلة جديدة ايش معنى لبنة جبتلها فشتان جديد عشان لبنة حبيبي هي اللي عروسها انت لما تتجوز هنجبلك بدلة جديدة ده اللي خلص دول وتعالى مكلف في الموضوع المصيري جديد مين انا الام ادخل يا بابا مبروك يا عروسها بابا بابا انا فرحلة اقومي انا مش مسجقة نفسي محسن ان انا بقى احلم احنا ليه كل حاجة حلوة نقول عليها حلم السكة دي مليانة مليون فاخ وصاحبنا ماشي يظهر في عقله الطاخ يطلع من نقرة هواتيجي رجله فضح ديرا وهو جامد قوي وغريبة عمره منخ اخس ايام تغم من نفس اغبت خنات وزاي صابر عليها وبيسة يسعيك في حد لسا بلاوي الناس بتهول بلاوي في حد يضحك زمن وعليه ويدادي معقولة في حد الزمن ده بالزمة زي الأخ موسيقى يا زمن لعبي وعني الخدا لا يكف والطيب فيه بيقولوا عنه الوف وأخينا في قلبه ما بدقوا ماشي طريق بدقوا لو حسوا مرضي لسعف ببرود يقول لها هف معقولة في حد الزمن ده بالزمة زي الأخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة